أهلا بكم، هل سمعتم من قبل عن فتوى وهران؟ فتوى وهران هي فتوى شرعية كتبها عالم العقيدة الجزائري أبو العباس أحمد بن جمع المغراوي الوهراني في عام 1504 من الميلاد لتثبيت أهل مملكة غرناطة ومسلمي تاج قشتالة الذين حولوا قصرا إلى المسيحية في الفترة من عام 1500 إلى 1502 من الميلاد تنص الفتوى على رفع الحرج والتيسير على المسلمين فيما جاء من أحكام في الشريعة الإسلامية وذلك لإعطائهم رخصة الالتزام بالمسيحية ظاهريا والقيام بالأعمال المحظورة في الشريعة الإسلامية من أجل حماية أنفسهم والبقاء على قيد الحياة شكرا